الناس اللي محتاجة فعل الخير والناس اللي حبين يديروا الخير عنوانكم واحد وفعلوا الخير الآن اشتركوا في القناة موسيقى 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 دير الخير بسم الله و الحمد لله و صلاة و السلام و على رسول الله صلى الله عليه و سلم عندما تجولت في هذا الأسبوع في مناطق أو ولايات الشرق الجزائري حيث كنا دائما نستبشر خيرا ببياض قمم جبالها و كثرة غيثها فلا أتكلم على الغرب ولا أتكلم على الجنوب قلت يا ربي أنت المغيف و أنت الرحمن و أنت الرحيم فلماذا نصلي صلاة الاستسقاء و نصلي صلاة الاستسقاء و نصلي صلاة الاستسقاء و لم نسقى حتى كلمة استسقاء لما تدخل السين و التاء على الفعل فهذا يفيد الطلب كأننا نريد أن نطلبك يا ربي بأن تعطينا السقيا إذا أردت أن تدخل عند مديرا أو وزيرا أو حتى الإبن مع أبيه يريد أن يطلب شيئا ففيه أداب و فيه تضحية و فيه عطاء من أجل أن تأخذ فيجب أن تعطي ربك غني عنك و عني لا يريد مننا شيئا إلا صفاء الصدور و تصحيح العبادة و نشر الأخلاق التي يحبها ربي عز وجل نحن المسلمين معاشر المسلمين نرجو رحمة الله تبارك و تعالى من خلال ما نقدمه و لهذا هذا الموضوع إن شاء الله تبارك و تعالى لأننا اليوم حبي ندعو ربي عز وجل حبي ندعو ربي عز وجل يغيث ما بيعوني تبارك و تعالى سيكون لي كلام في دقائق بعد حين بيعوني الله سبحانه و تعالى بعد أن نستبشر خيرا بما رأيناه بما رأيناه في ولاية البرج بعد ما رأيناه في ولاية البرج بضائرة أولاد حمدان هذه عائلة دقيش التي تعيش يعني كان تعيش في حالة و اليوم الحمد لله رب العالمين عشاء بالطبوم يلتاعوا و بداروا و مؤثوا لله الحمد والمنا هذه البشرة قربنا من ربي عز وجل كذلك معنا حالة من ولاية الجلفة من ولاية الجلفة في ضائرة يعني ضائرة مسعد مسعد الجميلة مشعلة رائعة و كذلك هذه الحالة لأرمى التي أمه لثلاثة أيتام ستكون معنا بيعوني الله تبارك و تعالى و نتعاون جميعا من أجلها طبعا مع وجود إخوتنا في الجمعية أخونا عبد الرحمن في جمعية أحباب الرحمن كل هذا بيعوني الله تعالى يأتيكم بعد هذا الجنغل إلى حين إن شاء الله إذن مرحبا بكم مرة أخرى كما ذكرت كإشارة لأننا بأمسي الحاجة لهذا الخير جفت الأرض و غارت المياه و لكن كثرت معاصينا و ذنوبنا قلت إحنا كمسلمين إذا لأن ربي عز وجل الدعاء طيب يليقنا عرفوا بأن لأن ناضوا بعض الناس يقولوا أنه ما دخل صارة الاستسقاء بنزول المطر و سمعنا هذا كثيرا من بعض الكثير من ناس من خوتنا العلمانيين الذين لا يؤمنون بأن كل شيء بيد الله عز وجل نحن نؤمن بأن كل شيء بيد الله عز وجل هو الخالق هو البارئ هو المصور هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يتصرف في الرياح و السحاب يسوقها حيث يشاء لا أحد يستطيع أن يتدخل فإذا جفت أو مسكت عننا السماء المياه فعلينا أن نلجأ إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء الاستسقاءها طالب السق يشيء جميل فعله النبي عليه الصلاة والسلام و هي سنة مؤكدة في فقهنا في ديننا سنة مؤكدة يأتي الناس إلى المساجد يعني يحولون يعني ألبستهم رحالهم يدعون الله عز وجل تدرعا وتذلل لله تبارك وتعالى ولكن السؤال لماذا نستسقي ولا نسقا كنك أخذ بالأسباب حتى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام و أيدي سسق موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتى عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم ففيه أخذ بالأسباب يقول ربي عز وجل و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون و بالتالي إحنا قنطنا من رحمة الله يعني قنطنا مكان شلمة الأرض يبسط في كل مكان قاعد الناس تستنى يعني فيه قنوط و لهذا من الذي ينزل الغيث من بعد أن يقنط الناس هو الله عز وجل هو الله تبارك وتعالى و هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا و ينشر رحمته و هو الولي الحميد في القرآن 63 مرة مذكورة كلمة الماء بعدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة 63 عام يعني الحياة الحياة التشريعية الحياة الأخلاقية الحياة بكل ما تحمل هذه الكلمة و لهذا قال ربي عز وجل و جعلنا من الماء كل شيء حي و بالتالي أيها الإخوة هذا السؤال نطرحه على روحنا أعلاش نصلوا و ما يعطينا شربي أعلاش ندعو و ما يعطينا شربي أنظروا إلى قلوبنا أنظروا إلى صدورنا أنظروا إلى معاصينا إلى ذنوبنا لما نجون صلوا ربما واحد واحد يكون فينا مذنب فممكن الله تبارك وتعالى لا يستجيب لنا و هو الرحمن الرحيم فلهذا أيها الإخوة أيها الأخوات علينا أن نصحح و أن نتوب إلى الله عندما تمسكوا السماء فعلينا أن نتوب إلى الله عز وجل خاصة هذه أمراض القلوب الحسد و البغضاء و الغل و النميمة و الغتبة و الحقب كل هذه الأمور هي حاجز بيننا و بين الله عز وجل خاصة المظالم الظلم الاستبداد الأكل أموال الناس بالباطل كل هذا و من كل هذا قضية الزكاة أيها الإخوة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث طبعا لفي خمسة الأمور يقول و ما منع الناس الزكاة إلا منعوا القطر من السماء و لو لا البهائم ما مطروا و لو لا البهائم ما مطروا إذن الزكاة هل رأنا كامل نمد الزكاة أنا لا أتكلم على صغار المزكين أتكلم على المليارديرات أتكلم على الشركات الكبرى هل نخرج الزكاة فعندما تمسكوا أو تمسكوا السماء القطر وهو ربي لنزلها فعلينا أن نتساءل هذه الأسئلة عندما نشوف غلاء المعيشة و نشوف شدة المؤونة فعلينا أن نسأل أنفسنا في نفس الحديث يقول عليه الصلاة والسلام و ما نقصوا الميزان والمكيال إلا أخذوا بالسنين و شدة المؤونة شدة المؤونة والغلاء منين جا هذا لأننا نحتكر نضارب المضاربة و الاحتكار و نغشوا بعضنا بعض و نزيدوا إلى بعضنا بعض المال ما حبس في بعض المدن و لو يبيعوا الستيرنا من 200 ألف 300 ألف البطاطا يحتكروها و شعلت نباع الزيت كل شيء و بعد ذلك نذهب إلى المساجد و نقولوا يا ربي أعطينا الغيث يا ربي أعطينا الغيث هل يمكن أن يستجيب لنا ربنا عز وجل و نحن نتعامل مع إخواننا و مع شعبنا بهذه الكيفية فلهذا أيها الأحبة نقول و أنا مضرور و أحب ربي عز وجل يغيثنا لما نشوف المعاصي و نبدأ بنفسي المعاصي و الذنوب لرنا فيها نقولوا ربما لا يغيثنا ربنا عز وجل و لكن عندما نتطلع إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء هو يقول ربي في صورة الأنعام و رحمتي وسعت كل شيء و رحمتي وسعت كل شيء فيا ربي ليس لنا أحد سوك ليس لنا أحد سوك نحن نذنب و أنت الغفور الرحيم نحن نعصي و أنت التواب الغفور ليس لنا أحد سواك يا ربي ندعوك ندعوك و ندعوك و نقول لك يا ربي أغيثنا يا ربي أغيثنا حبيت كل العجايز كل الشيوخة كل الركع كل الذين يسجدون الله كل المرضى كل الصبيان مشي الشرطة نروحوا غير الجامعة نصروا سادس خار أينما كنت ولا تدير حملتها خير المحسنين لكم تعاونوا فينا ارفعوا أيديكم وأكفكم إلى الله و قولوا اللهم أغيثنا و لتجعلنا من القانطين اللهم أغيثنا و لتجعلنا من القانطين اللهم أغيثنا و لتجعلنا من القانطين برحمتك و عفوك و منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ثم أيها الإخوة نعود و نحن دائما طمعنا في ربي عز وجل كذلك بما نتوسل إليه بهذه الأعمال الصالحة معنا طبعا حالة دقيش أخونا الذي زرناه في بلدية ولاد دحمان بولاية بورج بوريليج هو كان أب لأربعة أفراد وهو ما قاع من الفئة ذوي الاحتياجات الخاصة هذه كانوا يعيشوا عيشة لا حوله ولا قوة إلا بالله والآن رجعوا إلى عيشة تابعوها معنا في هذا التقرير الذي أعده أخونا خير الدين بن زعرور ثم نعود إليكم إن شاء الله تتذكرون عائلة نور الدين دقيش القاطنة ببلدية ولاد دحمون بولاية بورج بوريليج أب لخمسة أطفال أربعة منهم مرضى من فئة ذوي احتياجات الخاصة معاناة هذا الرجل كانت كبيرة يتقاض أقل من عشرين ألف دينار لا تكفي حتى لسد أبسط ضروريات الحياة من المأكل والملبس نقلنا في عدد سابق صرخت نور الدين وصعوبة التكفل بأولاده المعاقين معاناة لا توصف خاصة وهو ينقل أولاده المعاقين للدراسة عبر وسائل النقل العمومي مشاهد الأطفال المعاقين وهم يرتدون ألبس قديمة حفات القدمين حركت في الخيرين المشاعر النبيلة بعد بث حالة هذه العائلة تهطلت المكالمات الهاتفية التضامنية وعبر مؤسسة الشروق الخيرية ومساعدات أهل البر والإحسان مكنت نور الدين من شراء السيارة حتى ينقل أولاده المعاقين بأريحية إلى المدرسة اشتركوا في القناة لم يتوقف عطاء المحسينين عند هذا الحد تمت عملية تهيئة المنزل من جميع النواحي حتى أصبح على هذا الحال الرائع الغرف مهيئة مجهزة بضروريات الحياة الكريمة الأفرشة والأخطية والأثاث المريح موسيقى موسيقى وفضاء كيف كنت هاي مسكينة العقل الطراب تحرحت فيه المها كل يوم تخسل القش الوسخ الكوزينة ما كانش حكينا شوية كي كنتوا في ديك الفترة ماش نقولك مهم كنا في حياة صعبة شوية صعبة 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 جدا واليوم لا مازا ملحقناش اليوم رانا في البارح نعابلي اليوم خير من البارح ان شاء الله الحياة الصعبة هديك اللي كنتوا فيها هلي كان عندك أمل أنه رايحة تتغير وضعيتك كان عندك هكذا أمل باللي الحياة غادي تتغير لا ما عنديش أمل ما عنديش كنت تشوف باللي قاعدة هكذا كنت هكذا كنت حاس كنت أنا تمائي بقاعدو هكذا إذن اعقبت بالاثنين المواطنين شافوا ليميسيون من بعد وش سرا في من ذاك الليلة وش كي بدت تتغير حياتك من ذاك الليلة تتغير بقيت أنا كشف لحس في راح وكشف للا راح ن داو يتصلوا بك الناس ها تصلوا غلا على حي الصابقة كينين جمعا كين أمرها أخت نذكرها بعدين من الغلب يجي لولا تصل بيها كين أخت من باب الزوار ربي جزيه ويذكرها كين واحد آخ يقوله موران متزاير ما من جمعية عرب صح وواحد يقليني والله ما سمح لك عند رب العالمين حاجة لخاصاتك عيط وكثر خيره بارك الله فيه وربي يسطره وربي يحبه طبعا باش نذكر خوتنا أنه طبعا كان في كذلك يعني البرنامج يفعل الخير الشرور الخيرية يعني أول حاجة فكرنا فيها باش يشولوا سيارة لأنه كان مسكين مغبون باش يروه مع وليدات وهدات فاشريت سيارة سريت سيارة وش يسير شيفا؟ كاتسون سينك كاتسون سينك أعوي رديد ما بأك إسم التحييه ورا كاتسون سينك مشيقال من ثلاث سينة وجهة في أوروبا ولا لا شيفا نور الدين اليوم ظل يردد بأن حياته تغيرت بالكامل يحمد الله ويشكر كل من تعاطف ووقف مع عائلته الآن من بعد اللي شريت سيارة بيتدي ولادك الجمعية الحمد لله رب العالمي جول لسهنا بدأوا يخدمونك في الطالة نخدمتك كيما راهي الآن الحمد لله عندك كوزينا صاب ببا كل شكاية آه الحمد لله أني عارب للحمد لله والشكر لله بصح حكي لنا على إحساسك أملك مستقبلك حياتك كيفاش تغيرت ماش نقول لك الشكر الحياة رأي الحمد لله والله قال الحمد لله اللهم إليه الحمد والشكر والحياة ما كانش كما وقت فات مرق والحمد لله الحمد ربي وشكرا الحمد لله بشي اللي يعطينا بالعالم وش كل المحسنين هذول يقفون المحسنين هذول يقولهم بارك الله فيهم وإن شاء الله ربي يعطيهم ما يتمنى وربي يحفظهم وربي يشطرهم ويحفظهم وليداتهم إن شاء الله هذا هو الحمد لله زوجة مليحة بكوزينا 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 والله كانت فائز كنا البرد هكذا أنا نشوف خلاص دخلوكم الضو ودخلوكم كلش الحمد لله جمعية الأصالة وترقية الشباب لولاية برج بعريريج رافقت عائلة نوردين منذ البداية وهي اليوم شريك مؤسسة الشروق الخيرية وبرنامج وفعل الخير بولاية برج بعريريج لمسح الغبن عن المحرومين والفقراء مرحبا بك عنا شيخ في ولاية برج بعريريج مرحبا بالطاقم اللي رأوا معك مرحبا بنا عند مسيود دقيش اليوم أنا فرحانين معاه بهذا التغيير وهذا التطور رب إن شاء الله من تطور للتطور إن شاء الله حياته تسبدل إلى الأحسن بإذن الله إن شاء الله كيش تتطور بين كيف كان وكيف شرجع والله البداية تتعال بسكو ما كونش أنا نتنقل بزاف بحكم ما عندناش وسيلة نقل كانوا ليجان هما اللي يجي وكان جودي هو اللي كان مستكلف نشكروه يعني عضو معنا كانوا كيصوروا يبعثوا لي والله كنت نفرح كل ما تزيد تطور يطور الأمر وكل ما تزيد تتخدم الدار كل ما كنت نزيد نفرح أكثر ونزيد نحس بالراحة أكثر يعني كان واحد المدة تاع ضغط ضغط نفسي نفسي كبير وكتان خلصوها وكتان نكملوها وبأحسن المواصفات وتكون يعني هما يكونوا مرتاحين فيها والحمد لله وصلنا وكملناها وبالمساعدات لكم ومساعدة الناس اللي كانوا يكفينا معنا طبعا هذي عينة من العينة للجمعيات اللي نتعاملوا معها إن شاء الله على مسؤول وطني وانا كما قلت لكم يدنا دايما رهي ممدودة لكل جمعيات الجزائرية اللي تعمل على الأرض يعني أنا دايما نقولها ما خصناش هذو جمعياتها الكاشي والكرطاب البندية هذوك اللي بغوا غير يتصوروا ويدو سيزوهم سيزوهم والله هذو إن شاء الله ربي يهدينا ويهديهم أنا نحوس على الجمعيات اللي عندها علاقة بالشعب اللي عندها علاقة بالواقع اللي تعدم مرحبا بكم إن شاء الله ودعنا عائلة دقيش وكلنا أمل كبير بالنجاح لشيماء هدى رانيا وسامي وكل الشكر لكم أنتم يا أهل الخير مسحتم دموع الحصر والغبن عن هذه العائلة رصمتم الابتسامة المشرقة على وجوههم فدمتم للخير عنوان ما دمتم للخير عنوان طبعا لا أتكلم كثيرا على هذه الحالات التي ترى النور بعد الظلمة وترى الخير بعد المأساة التي تكون فيها إلا أنني أقول لكم المحسنين والمحسنات كلكم لركم بني الدينة لتقدموا أضرفة أو تقدموا أموالكم في السيسيبي أو على الأقل كلمة طيبة ودعاء نقول لكم يا بشراكم يوم القيامة يوم تقيفون بين يدين الله عز وجل سيأتون أمثال دقيش وأمثال نصيرة وأمثال صحوي وأمثال الزبوجة وأمثال 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 من المغبنة التي دخلت عليهم الفرحة يقولوا يا رب هؤلاء يساعدون فساعدهم وأدخلهم الجنة وبشى لكل المحسنين والمحسنات بيعون لي تبارك وتعالى كما أحيي هذه المرأة الفحلة أختنا باتول يعني رئيسة الجمعية جزاها الله كل خير أنا لا أنظر إلى اللباس ولا أنظر إلى شيء آخر أنظر إلى العمل وأنظر إلى الصدق على الميدان وليك أثر من مثالك اختباتون في الجزائر الحبيبة وكما قلت لك رايح نكونوا معاك إن شاء الله عندنا مواعيد أخرى لإدخال الصرور والفرحة على الكثير من الجزائرين بيعون لي تبارك وتعالى قبل ما نمر إلى هذه القائمة يعني الحمد لله رب العالمين أصبحت عندنا قائمة حتى نقسموها على اثنين يعني من خيركم يا جزائريين في الداخل وفي الخارج حبيت ندعي أخونا خير الدين الذي كان يقدم هذا التقرير والده يعني راه مريض طاريح الفراش بهذه الشالة النصفي يعني فجأة فنسأل الله العلي القدير أن يشفيه الشفاء لا يغادر سقاما اللهم اجعل كل هذا العمل ليقوم معنا به منذ أنشأنا هذا البرنامج من 2012 وهو يقدم التقرير ويتكلم ويتحصر ويتأقلم ويتفاعل من هذه الحالات اللهم اجعل كل هذه الأقوال والكلمات والحروف وحتى التشكيلات يا ربي اجعلها اليوم بها ان شاء الله يشفى والده حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه وعطال في عمره معنا أخوتي طبعا مجموعة نبدأ لكم تعوهرن يعني مجموعة من هؤلاء المحسنين ومحسينات اللي البرنامج بعد الله عز وجل بهم ره يمشي والله الحمد والمنا عدنا محسينا من حي وسامة تكفلت بعملية زينب الحمد والله شوفه سبحان الله هذي جاتنا للمقر ربي يحفظها ويجازيها كل خير يعني كان عندها مبلغ تلايم باش تروح للحج ولما جات كورونا هذي عامين ولهذا السنة الثالثة مكانش الحج قالت يا شيخ جبت قاع المال التاعي يعني كل المال التاعي تاع الحج وندير به العملية لأختنا زينب اللي مرت معنا من الجلفة ربي إن شاء الله راه أرف طريق إن شاء الله عن قريب تجرى لها العملية بعون الله تبارك وتعالى فأسأل الله لك الصحة والعافية وانا أنا متأكد أنا متأكد بأنك ستزورينا بيت الله تبارك وتعالى حتى بعد العملية تعزينا بعون الله تبارك وتعالى كذلك محسينا من نيم من فرنسا يعني تكفلت ببئر طبعا كان بزاف ناس اللي تكفلوا بالأبار كما نقولكم إن شاء الله في الحلقات تحصدق جالي راح نتشوفوا وتابعوا كل الأبار هي محسينا وفية لكافي اليتين في وهرن وعندها بنيتها طبيبة عائلة ما شاء الله ربي يحفظها إن شاء الله تكفلت يعني بالمبلغ كامل تعبئر الذي سيكون إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله تبارك وتعالى في الصحراء الدعاء لها بالصحة والعافية وبنيتك هذه الطبيبة ربي يحفظها ويحفظ لكامل العائلة إن شاء الله تبارك وتعالى ومرحبا بك في دارك إن شاء الله كافي اليتين محسينا من قنبيطة كذلك تبرعت بقلادة من ذهب لعائلة القل يعني اللي هي أختنا ناصيرة فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم زوجها المتوفى رحمة الله تبارك وتعالى عليه حديثا ويعطيك الصبر والسلوان إن شاء الله اشترك متأثرة كثير بالزوج رحمة الله تبارك وتعالى عليه كذلك عدنا الحاجة ماليكة والحاجة نوردين مشلف عندها دارت يعني مبلغ بين الآبار والمدرسة القرآنية واليتام المتفوقين فمشروعنا تعوهرن إن شاء الله نديره عليه حصة خاصة اللي راه رايح إن شاء الله ما شاء الله عليه الدعاء لهم بالصحة والعافية وللإبنة بالورد الصالح نسأل الله تبارك وتعالى بنيتك ربي إن شاء الله يرزقها بالورد الصالح يا رب يرزقها ولا تتركها بدون ذريتي يا رب العالمين كذلك عدنا ربيعة من ليون دي الكفالة الشهرية هذه ربيعة تعاليون هذه الكفالة الشهرية لأختنا تعزبوجة يعني الأرملة تعزبوجة أنا البارح كنت زرت الزبوجة زرت الأرملة وقلت الخوية سوفيان مكلف يعني قلت له 40 ألف دينار إذن لا هي 20 ألف دينار إن شاء الله كل شهر ولكن لما مشيت للزبوجة البارح وتكلمت عن الأرمالة ما تعرفش وش هما الدراهم والله ما تعرف وش هي 100 ألف وش هي 200 ألف فلهذا إن شاء الله دليلها وحدة رايحة تتكفل تعلمها محو الأمية وتعلمها الدراهم وتعلمها وين تروح البوستة وتعرف وتعلم لأنهم الآن بدأوا يندمجوا في المجتمع مرة أخرى ستكون لنا إن شاء الله لقاءات معها حتى يكتمل البيت اللي رايحة الآن إن شاء الله في طولة الإنجاز طابق زائد واحد بعون الله تبارك وتعالى كذلك هذه دليلة من باريس دعا له ريزيز بالصحة والعافية هذه دليلة من باريس متكفلة باللث عائلات يا أخوتي هذه دليلة ربي يحفظك يا أختي دليلة من باري ربي يجزي كل خير رايحة دير الشهرية لتعين صفرة ودير الشهرية للصحوي تعين الدفلة وزادت شهرية لهادي خطنال أرمالة لتع سبعة تعتمانية تع الأيتام كل شهرية ربع ملايين يعني عندها 12 مليون شهريا جزاك الله وكل خير يا دليل أختيك ربي يحفظك إن شاء الله وانتيا وأهلك يعطيك صحتك يطول عمرك يبارك لك في كل شيء إن شاء الله زيادة على البئر ليدرته وتحيل كل زيميغري توعنا وينما كانوا لخطر قلوبكم راح حية وراكم واكفين معاولة بلاتكم لن ننسى لكم ذلك إن شاء الله وتعالى تحيل كامل لزيميغري كبير وصغير عجائز كامل ربي يحفظكم إن شاء الله ترجعوا في أقرب وقت للبلاد إن شاء الله وترخص التذاكر تعالى الطائرة وتزيز إن شاء الله تجي يعني دي كومباني واحدة أخرين وتكثر البواخر وترجعوا غادين مولي للبلاد إن شاء الله تعالى تعاونوا ولاد بلادكم وتستطعوا تستثمروا في بلادكم ونقعدوا إن شاء الله جيسر واحد مبني تعالى الجزائرين والجزائريات بيعون لي تبارك وتعالى عدى كذلك محسنة من حي الصباح جابتها هذي مسكينة لجات العمدي وجابتها كنتها يعني إنا كيشت المحبة تحمع كنتها قلتها بنتك قلت لي إلا كنتي والله يتحبها أكثر من بنتها والكنة تحب عجوزتها أكثر من أمها الله أكبر الله الحمد الله يكثر من هذا الأوسر المتماسكة كما كانت زمان لله الحمد والمينة باش نطردوا شبه الطلاق والخلع والعياذ بالله فهذه دارت يعني بين بير وتجير مبلغ حالتها الصحية متضهوة نسأل الله تبارك وتعالي مسكينهاك بالعكاز تسأل الله تبارك وتعالي يشفيك الحاجة ربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله ويعطيك الصحة والعافية لكل وليداتك عدنا كذلك محسينة من سطيف تقدم صدقة جارية مبلغ تقول دعاء بالرحمة للزوج والابن وأن يجعلهما الله من أهل الجنة يا ربي يجعلهم من أهل الجنة يا ربي جعلنا معهم إن شاء الله تبارك وتعالي من أهل الجنة يا ربي أرحم الرحيمين يا رب العالمين عدنا محسينة كذلك من пой getir يعني من وهر تبرع بهذا المبلغ وتقول دعاء للزوج بالرحمة ولها بالصحة والعافية والدرية بصلاح آمين يا رب العالمين محسينة كذلك مشراقة طبعا هذه مشراقة كان راح عندها أخونا مراد الآمنة وصلت له الحمد والمنة قدمت لاتها تعالى الأظرفة للآبار وعملية زكريا وعملية زينب يعني الحمد لله زكريا خلاص راح للعيادة وأجريت له العملية إن شاء الله سترونه وعن قريب إن شاء الله مشفى بعون لي تبارك وتعالى الدعاء لها بالصحة والعافية الحاجة ربي يحفظك جزاك الله أخير نتكلمت معك بالهاتف ربي يحفظك ويجعل هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة ويعطي كل حاجة لها في قلبك إن شاء الله تبارك وتعالى عدنا كذلك دائما وهر عملية يعني جات هذه محسينة من عين ترك تبرعت بأقراط من الذهب يعني مناقش ربي جزيها كل خير يعني لأن قيمنا هذه المناقش يعني 69 ألف دينار لها تستملاي 900 ألف الدعاء لإبنها المسجون بالفرج والدرية والإحفظ بالتوفيق نسأل الله العلي القدير أن يطلق صراحة ابنك يا رب العالمي في أقرب وقت ورب إن شاء الله يرسبك إن شاء الله يعطيك الذرية الصالحة الطيبة وإن شاء الله يرفرج على كامل المكروبي إن شاء الله وتعالى عدنا كذلك محسينة من بوندي من باري كذلك هي تقدم مبلغ يعني اللي بشي ستساهم في عملية زينب الدعاء لها بالصحة والعافية والترحم على موتها صلى الله تبارك وتعالى أن يخفر لهم ويرحمهم ويعفو عنهم ويعافيهم ويجعل إن شاء الله قبرهم روضة من رياض الجنة كذلك عدنا في مسألة الآبار يعني في المشاريع الآبار عدنا هذه لوشة من باريس للوشة من باريس تقدم هذا المبلغ الدعاء لها بالصحة والعافية لولادها وبالتوفيق والرحمة لأجدادها ربي يرحمهم إن شاء الله وتعالى عدنا كذلك الحاجة من حي أسامة محسينة وفية للبرنامج هي وبنتها تقدم كذلك هذا المبلغ يعني قلت لكم حتى المبلغ صغيرة نقوله لأنها في الآبار لأن الأخوات الأخت المكلفة بهذا كل دينار قلتوا للآبار إن شاء الله يروح للآبار بعملي تبارك وتعالى ولو يكون عن تجميع ونديروا بيهر واحد أو ثنين أو ثلاثة إن شاء الله تبارك وتعالى الدعاء لها بالرحمة والرجلها إن شاء الله والإبنة بالعافية والصحة محسينة من كوربي من وهرن كذلك تقدم هذا المبلغ وتقول الدعاء لها بالصحة والعافية تقول ما عليش هذا صغير ونستمحوا لي يقول لكم ولو دينار واحد ولو كلمة طيبة مرحبا بكم ربما هذا المبلغ اللي تحس به صغير هو يسبق ملايين وملايير عند الله تبارك وتعالى مرحبا بكم لا نقفلوا الباب ولا نغلقوا الأبواب أمام أي محسن ولو بكلمة طيبة فربي يعطيك صحتك إن شاء الله والهداية والصالح للأبناء الحاجة مريم كذلك تمد هذا المبلغ إن شاء الله ربي يحفظها ويعطيها الصحة والعافية كذلك عدنا الزهرة من وهرن كذلك محسينة من بيرجير عدنا عائلة صحراوي كذلك هذو ثلاثة يعني في مسألة التجير والتجير ماشي كذلك ولو بيبطء ولكن ماشي في عدة مناطق إن شاء الله تبارك وتعالى ربي يعطيكم الصحة والعافية ويجعل هذا الشيء صدقة جارية عند ربي تبارك وتعالى يوم القيامة عدنا كذلك أم عصام أو عدنا محسينة من حي الصباح هدابير زائد زائد تجير جاءت مع كنتها هذه كذلك وعدنا أم جواد من وهرن ربي يجازيكم كل خير ويبارك فيكم ويحفظ لكم الوليدات والأزواج إن شاء الله تعالى عدنا أم عصام من بيلار من وهرن كذلك تقدم هذا المبلغ تقول الدعاء للأبن المسجون بالفرج ربي يطلق سلاحة إن شاء الله تبارك وتعالى خاصة إذا كان مظلوما وأن يرزقهم الزوجات الصالحات والبنات إن شاء الله ربي يعطيهم الأزواج الصالحين ويدقوا أبوابهم إن شاء الله عدنا كذلك بالنسبة للمدرسة القرآنية عدنا محسينة من صداريش يعني هذه بجانب مقر كافي اليتيم الدعاء لها وللزوج والأبناء بالشفاء والعافية ربي يعطيها العافية إن شاء الله والشفاء والسعادة في الدنيا والآخرة عدنا خطاب عبدالقادر من بالعباس يقدم هذا المبلغ ويقول الدعاء للوالدين بالرحمة والصحة والعافية له ولأهله عدنا الشنافي خديجة من تيمسان تقدم هذا المبلغ الدعاء بالصحة والعافية والرحمة للوالدين ربي يرحمهم إن شاء الله تبارك وتعالى ربي يرحمهم إن شاء الله ويخفر لهم ويجعلهم من عباده الصالحين نزيد غير هذا اسمحوا لي طولت عليكم ولكن لابد نذكرهم لأن كل واحد ينتظر أننا نذكره وندعو لها ربي عز وجل ويقول لكم لي مد حاجة وما يسمعش روحه يعني عاود يتصل بنا ممكن يكون في خلل لهذا أنا أحرص على أنني أدعو للجميع وأذكر الجميع من أعطى ولو دينار واحد هذه كذلك صدقة جالية محسنة من أرزيو تقدم هذا المبلغ وتقول الدعاء بالفرج للزوج الصالح والزوج الصالح ربي يعطيكم كل ابناتنا اللي ما تزوجوش في الجزائر الله يرزقكم بالزوج الصالح يا ربي الله يكثر الخدمة والسكنة والخير باش يتزوجوا إن شاء الله يقعنا استقرار في الأوسر إن شاء الله هذا كذلك أم عبد الله من قم بيتك تقدم هذا المبلغ تقول الدعاء لها بالشفاء والفرج إن شاء الله هذا مبلغ تعزكات أم حسين من حي الصباح دعاء لها بالصحة والعافية والابن بالهداية إن شاء الله عائلة غضبان من فرنسا كذلك تقدم هذا المبلغ تقول الدعاء لهما أن يبارك لهما الله عز وجل في زواجهما ويرزقهما الذولية الصالحة أمين يا رب العالمين هذه تقول تقدم الحالة الزبوجة كذلك فتيحة من سندوني من باري كذلك تقدم هذا المبلغ تقول الدعاء لزوجها المريض بالشفاء ولها بالصحة والعافية ولأبنائها يا ربي أرحم الرحيمين آمين يا رب العالمين أم السفين كذلك من باريس تقدم هذا المبلغ وتقول الدعاء لها ولزوجها بالشفاء والصحة والعافية وأن يرزق بناتها إن شاء الله بالأزواج الصالحين يا ربي آمين يا رب العالمين وبنها إن شاء الله بالزوجة الصالحة يا ربي خوتي ما تقلشوش بزاف إذا جاءكم وانترضونا دينا وخلقها فزوجوه إن شاء الله تبارك وتعالى والراجل ثاني المرة الصالحة بنت الفاميلة ثانية توكل على الله عز وجل عدنا كذلك وحد مبلغ قدمته محسنة من حي أسامة تعليزان تيري يعني مبلغ تعليزان تيري الدعاء لها بتيسير الأمور والزوج الصالح والشفاء لأختها إن شاء الله تبارك وتعالى عدنا كذلك في مشروع بئر وهذا الحاجة رأني زرتها قبل يومين أو ثلاثيام في بالعباس ربي يشفيها ويعافيها طبعا هي عائلة بن شاعة تسكن في مدينة بالعباس تقدم يعني تقدم مبلغ بئر يعني كامل إن شاء الله يكون لها في تزيوزو يعني لتبرك وتعالى بعد ما توسط مع الأخت ليلى الدعاء لها وليبناتها وطبعا كذلك بناتها كذلك تبرعوا بمبلغ يعني يكون إن شاء الله يتقول لك دعونا وحدة منهم بنتها تسكنوا في فرنسا مات رجلها يعني مات مغدورا ربي يرحموا إن شاء الله ويحفظ وليداتهم الأيتام ويحفظ لك الحاجة كامل للوليدات والبنيات هذا الوليد المريد اللي يلقينا في الضار ربي يشفيه ويعافيه ويجعل هذا الشي صدقة إن شاء الله جارية ويكون لك يوم القيامة وبعد هذا إن شاء الله تشوفي البير تاعك وتشوفي اسمك بعون الله تبارك وتعالى وإلى قلتي لي على كامل العائلة بعون الله سبحانه وتعالى كذلك محسينة هذه من بالعباس يعني تقدم أو غير هي يعني يقدموا هذا المبلغ يعني طبعا هي ربع ابنات كل واحدة دارت مبلغ 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 ولو أنه متواضع فمنهم كذلك هذه الأرملة تعزبوجة إن شاء الله يكون غير خير بعون الله تعالى وربي يحفظكم ويسعدكم في الدنيا وفي الآخرة سمحونا إذا تعبناكم بذكر هذه الأسماء ولكن واش هو هدفنا حابين نشجعوكم على البدلي وعلى العطاء وعلى الإحسان وحابين جزيلي نكونوا خاوة خاوة في كل مكان إن شاء الله تبارك وتعالى لنعودة مع الحالة إن شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل ما تبدلوش لشان القناة أقعدوا معنا إن شاء الله بعد حين مرحبا بكم مرة أخرى طبعا هذه المرة يعني كنا رحنا لولاية الجلفة في دائرة مسعد وإن كان هذه الأرملة مسعودة من دائرة مسعد تعيش مسكينة في حياة موزرية عندها ثلاثة على الأيتام ولكن الأكثر خطورة أنها في بيت ومهددة بالطرد باش نلقول هالحل يليق نتعاونه مع الناس اللي نعرفهم في هذك المكان هذه الناس اللي نعرفهم هما جمعية أحباب الرحمن بقيادة السيد الفاضل الكريم المتخلق ربي يحفظه إن شاء الله أخويا عبد الرحمن هاتهات متواجد معنا على البلاطوف مرحبا بك الله يبارك فيك شكرا معي شكرا معي على الكورونا هذه ما خلتنا الحمد لله بدأت أمور تنقص رأنا شوية شوية إن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الكورونا بإعادة تبارك وتعالى قبل أن نتكلموا شوية حول هذه الحالة وقع سي عبد الرحمن خليني نويك إن شاء الله نتابعوا هذا التقرير الذي أعدت أختنا هدى هدى جودي إن شاء الله ثم نعود بإعادة تبارك وتعالى إلى النقاش ونتعاونه واليد في اليد بش نفرحها في أقرب أخونا إن شاء الله بثلاثة أطفال أيتام بدأت مسيرة تحمل المشاق وجدت نفسها بين ليلة وضحاها تتحمل مسؤولية تفوق قدرتها مسؤولية آلت إليها بعد وفاة زوجها منذ سبع سنوات تقريبا بدائرة مسعد في ولاية الجلفة زرنا الأرملة مسعودة موسيقى موسيقى شكرا لكم عندما تعتقد خلط مسعودة في كل مرة أن دوامة الهموم أوشكت على الانتهاء وأن الزمن يمكن أن يبتسم لها سرعان ما تعود إلى المربع الأول فاقدتني الأمل في أن يكون الغداء أفضل من اليوم وضعا لم يفقدها إيمانها بالله ولم يوهن عزيمتها من فوق سجاد الصلاة تدعو الله بالفرج وزوال الهموم التي ما تكاد تفتأ عنها الأيام حتى تعود أشد وطأة من ذي قبل حكي لنا أختي مسعودة أرمالة وين تتوفى الزوج رحمه الله؟ توفى في 2015 بلو 6 سنين مني توفى وخلى لي ذون 3 ذرالي صغيرين وما خلى لي لا سكنة لشهري لا سكنة لشهري لا سكنة لشهري نسلك في 300 ومهيش كافيتني حموالي 300 ألف هداك ومدخولك؟ 300 ألف هدا مدخولي كيف ديري تعيش بها 300 ألف؟ 300 ألف مرة حتى نسلف عليها ونزيد عليها نسلك ضو مرة أن هات 300 ألف مرة فيها الضو تاني؟ ايه فيها الضو فيها المعيشة وفيها الدواء وفيها كلش في 300 ألف مرة شتلولي دات القشم قطع؟ ايه ما راني هذا مكان ساعة ومتعطيهم هاها وفي البرد لابسين الشنغلة هديك؟ والحقال ما قدرت شنا والمرضى تاعك تاني تداوي من هاتي 300 ألف؟ كذا من الساعة ومداوي ذو كذا لمرة مانيش نداوي مانيش نداوي راني يا حافزة هاك قبل ما يتوفى المرحوم رحمه الله وين كنتوا عايشين؟ كنا كان كاري ومبعد كي توفى أطعتني المرة هذا وحد المرة أطعتني ذا الحوش ما هذا الحوش اللي راني فيه أطعت هالك المرة مؤقت؟ ايه ورا توفيت ذا لها وحد الربع عشر ولا خمسة مليت وفات نعم قلوني يا خرجي رانيد نيك اسمه الحوش وراث قلو لك خرجي؟ قالوا ليه خرجي رانيد نيك اسمه الحوش الحوش تع وراث خلات ولادته ومثلما رك ععبي بلي الحوش مش تاعك وقال لك خرجي كيرك تفكري مانيش نركد صدقني والله ماني نركد ماني نركد من القلق ماني نركد من من توسب الساعة كاريίζك عارف غير انا مرض فقر الدم عمق من معاناة خلتي مسعودة واجعلها عاجزة على تأمين رقمة أيتامها ليكتمل بذلك عقد المآسي الذي عاشته الأسرة في أيامها العصيبة ضاعت صحتها التي كانت لها عونا في تخطي المصاعب وساعدتها على الصمود في وجهها حيناً من الزمن نمعيش على ربي سبحانه نطلب قاسكينا منيط على البور ما تلكي مالبرع وش تعشيته؟ صراحة معلش صراحة تعشينا شيشة تعسميت شيشة تعسميت تسمى هدك الحم وهدك ما تشوفوش وارو ما نشوفوش وارو هم يقروا الوليدات؟ يقروا ويه في الظروف كدير ويقروا يعني أنا شفت وين يرقدوا مثلا حتى القش ما عندكش بزاف يعني اللغطاء وماذا كهذا البرد القارس هذي الكاينة وجد اندلها ما عدي وجد اندل ما يحكولك شي يقولك حنا نشوفوه الولاد عايشة يزهقوا وفتعوا ويحكولي بس حنا تحنبط فيه ونتحن نزهق معه واش توصيهم واش تقولي له موصيهم نقولهم راكم رجالة ووقرة ومهم تنجحوا لي را كلش تفوت وكتكبروا راكم تديروا ديروا بيديكم بخدمة بتاخد موت عدو قاريين زين راكم تديروا أي حاجة اللي التنفحكم فيها ديروا هم مازالهم سقار موهم مشتاع خذي وفي هاد الان احنا رنى بالقشابية وبالاخر ورنى بردانيين في هاد البرد القارس وشت اللي وليدات عندهم يعني لبسها خفيفة وما عندكش بالرغطاية يعني البطانيات ولا ما عندكش هادي هي وفورني ذالي ما يباتوا هاك اني شفت اللي تشعلي غيب هادا كريبي ديرا كفورنه يباتوا كما هاك وليل تشتك تصبشت بيات القطرة ثاني القطرة علينا كي بالك المستقبل كيرك تشوفي زمال الغيونير هاكذا قدامك الحمد لله انا نحمد في ربي الاسباح وعشوة الحمد لله انا نحمد في ربي دور وتصلي انا نحوس على الصحة ونصلي نصلي ولداتي صلوا والحمد لله لا تركنا الصلاة وش بقى الحمد لله يا ربي الوليدات تاني صلوا يصلوا ايه واش كنت يدعي بالسجود من السجد؟ صراحة ندحي ندعي يعني قوليلي الدعاء اللي دايما نتكره ندعي ربي يحفظ لي ولداتي وننجح حمليه بخطر احنا مع بي ناشر وحنا لقينا وحنا عمبك اكيد عمبك سر مع رب العالمي ايه صح ربي سبحانه نطلب فيه صباح وعشوة ونحمد والحمد لله الحمد لله طرقنا بابها كشفنا جوانبا من معاناتها وقفنا على حجم مأساة لم نكن نتصورها مشاهد مؤلمة ستمحى بلا شك بالتفافكم حولها خلتي مسعودة تنتظر تضامنكم وإحسانكم قبل أمني ليسكنوا ولدتي في السكنا كما الناس يلبسوا كما الناس يأكلوا كما الناس حينما تنقصوا هذه القمناتي ولا نمنش سايل على رحي نخصر في ولدتي فقط تفضلي الشعب الجزيرة ريشوف فيك قولي لهم يعني باش يعاونوك نطلب منهم يعاونوني خابتي خاتتي نطلب منهم يعاونوني يساعدوني وهذه هذي نطلبها إن شاء الله ربي إن شاء الله تخميش ربي عز وجل الموصي عليك الحمد لله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو برحانة شائياتي من الموصي عليك عليه الصلاة والسلام لهذا وقتلقى حد الأرمدة من الناس الجمعية وإحنا وقع نجي نحتل عندك لكونا نلقينا نجو نحبو ربي جابك لأن ربي هو اللي جابنا ربي جابك وانا عارف باللي معهد الشعب الجزيرة إن شاء الله حولة على الجزيرة ومعدنا في الخارج وفي الداخل ما نظنش يخلوك وش رايك وتمسؤولك شكرا ربي يحفظك إن شاء الله وش راك نلحق إن شاء الله لهذا الشيء إن شاء الله بربي إن شاء الله شو هذي كلمة بربي إن شاء الله أنا متأكل بربي إن شاء الله بالله عز وجل سنصل إلى هذه النتيجة إن شاء الله بربي بربي إن شاء الله نصفه في الأخير بغيتك تدعينا ربي تدعي الجزائريين ندعي للبلاد ندعي لكم ندعي لكم بكل خار ندعي في صلاتي في قاعدتي في كل في مشيتي دائما ندعي دائما ندعي زي البلادي ويكثر فيها الخير إن شاء الله يا ربي إن شاء الله وترجع سيلة الرحم إن شاء الله تقشرها شوية نقصد إن شاء الله يا ربي يرجح بين الواقع الأليم والأمل المنشود طريق معبد بأحسانكم وعطفكم بدعوات أرملة تعول الأيتام بقلوب صغيرة بريئة تنشد الوصل ودعن خالتي مسعودة بألم وأمل في غد أفضل إذن سبحان الله كلما رأيت أرملة أو يتيم مغبول وفي حالة يعني غبينة كبيرة إلا واستحيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أستحي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يا خاوتي نشكر اليوم أخويا عبد الرحمن هاتهات لهو رئيس الجمعية أحباب الرحمن اللي ربي وفقكم باش نعتونا واريتونا هذه الحالة مثل الحالة لأن هؤلاء هدو ميجوش هم يطلبوا ولا يعرفوا تليفيزيون ولا يعرفوا ما يعرفوا والوه هدو قاعدين مساكين بينهم قاعدين الرب عز وجل لكوان مش انتو ما بحطوا عليهم ولغيتونا ما نعرفوهمش فسي عبد الرحمن حبيتك حكي لنا شوية هذه الحالة كي باش تعرفتوا عليها حياتها ومبعد نتكلم إن شاء الله للآفاق باش في أقرب وقت إن شاء الله ندلولها حوله إن شاء الله تعالى هذه الحالة اكتشفناها عادنا هدى حالات بصح هذه حالة يعني كبيرة ياسر هذه مسكينة عاطت لها واحدة للمخلوغة دار وتوفات هذه المخلوغة الرثاء قالوا هاي زمت تخرجينا من دار هذه كنا نروحوا ليها ندلولها كعرف ما اسم مصر وفي قوفوف ومن بعد يخي كي جاءنا في حكاية السكن بتسكننا كعرف الحالة على البلاد ومنقدروش عنا بها نتكفلو لها بسكن وكلش ياخي اتصرنا بكم وجيت وشفتوا هذه الحالة نعم كانت مؤثرة يعني شفتوها حالة يعني حالة سعبة ياسر لا سكن لا ما عندهم نقطة لا فراش يعني أبسط الحياة الباصلة مهم إحنا الحمد لله من ذاك اليوم رأنا قدرنا لها يعني منحة ولو بلا مشكلة هذه الجهة المنحة الآن أخو يا عبد الرحمن بالمناسبة أن ترحموا على الشيخ رابح رحمه الله يعني إلا ما جيت عندكم من مسعد عرف بلي الشيخ رابح ورحمة بينكم يجول عندكم وكانت كانت تواصلت على القوافل الآن يهمني كيركم تشوفوا الحالة إن شاء الله معنا مع بعض باش نديروه إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله الحالة هذه أنا لديناها سكن خلاص شفنا سكن وهي راح تشافتو عجبها السكن هذا هدرنا معامل السكن هذا إن شاء الله رانا يعني لأنه باش عارفوا خاوتنا أنه هنا يعني صعوبة باش نلقوا ببيت ونعودوا لأنه الحالة يعني مستعجلة مستعجلة فخاوتنا كنا طلبنا الحمد لله راني اليوم بشرتني بالخير اليوم أنك لقيته السكن لأنه كنا تافقنا باش إن شاء الله تلقوا سكن ونهد السكن إن شاء الله غادي لما نشروه إن شاء الله نزينوه لابد لابد أنا نقولك صح المراني بغي كي تكون حالة إن شاء الله إلي قد تدخل نوخروها قاعد المأساة تنساهم إن شاء الله تلاقن قد قلنا أخي عبد الرحمة عملي سوى السكن هذا السكن هذا هنرفت صوتك باش يسيب أمليح غادي يتلقفوه المحسنين والخيرين إن شاء الله اللي بغي يجاوروا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أنا وكافل واليتيب كهاتين في الجنة ليش لهذه سكن راح مع النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل الله أن يكون الأمر كذلك إن شاء الله شعر السكن السكن هذا قلنا هو مئة وخمسين وقالنا نخلي لك بخمسة ورابعين مئة وخمسة ورابعين هذ الأسعار أخي يجيبوها الناشطة العاصمة ووهران على حسب المناطق الحمد لله المنطقة اللي راح فيها هي والحي اللي راح فيها هي إن شاء الله لأنها امرأة أرملة وكلش ما تعدش ما تبعاتش على شتوه السكن شفناه كيدير من داخل لباس لا بس فيها شوية ترميم وكلش بصح سكن لا يقزي إن شاء الله فيها طابق الأرضي والفوق يقدر يزيد مني إن شاء الله هكذا والله جاني ذلك إحساس هكذا أنه كين واحد من الفحولة وللفحلات خاصة النسوان سبحان الله في الداخل وفي الخارج والله لجاني إحساس بأن كين واحدة ولا واحد رايح يهتف إن شاء الله ويقول أنا نشري هذا السكن بهذا ثامن يعني 160 مليون 150 مليون 160 مليون للأخت وإحنا إن شاء الله نتواصلوه كبرنامج إن نعودوا نرموهم بيح نزينوه نأثوه أحسن تأثيث والأهم من هذا نخللهم حاجة لتدخلهم الخبزة إن شاء الله بعوني الله تبارك وتعالى أنا عندي إن شاء الله غادي يعاب لي غاديكي ترجع إن شاء الله المسعد بلك في الطريق غادي نعيطولك نقول لك خراس توكل الله شير المسكن إن شاء الله إن شاء الله أنا بغي دي كل يديتي كانوا بردانين أنا أكتب بردان كثير بالجلابة فما بلكوما حابهم يدفوا إن شاء الله ويفرح بنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وما يدفوا بالطابون في الختام يا عبد الرحمن لك أشكلمة تقولها للمتابعين البرنامج هل ناس يتبدلهم نيدا تفضل إن شاء الله أنا نيدا نديره الجمعية باسم الجمعية المحسنين إحنا عدنا سيارة تسعاف هتنقل المرضى جمعية وولائية هتنقل المرضى السيارة هذه يعني خلاص كما نقوله إحنا قدمت من 2012 وهي معروفة في وليه الجلفة سيارة معروفة الجمعية هذه معروفة نحوش للناس محسنين يعاونونا هنزيدون نشر السيارة وحدة أخرى إن شاء الله لأنها سيارة وحدة اللي رها تنقل المرضى على مستوى الولاية السيارة المليح سيارة وحدة اللي تنقل المرضى على مستوى الولاية سيارة إسعاف شاء الله تسوي سيارة إسعاف تركوش حال تسوي در ثلاثمية ميتين وخمسين ثلاثمية أنا شد في مسعد بغيت تحكي عليها شوية لنهار اللي جيتل عندكم كائن خمسين مسجد في مسعد يك هكذا هكذا عندهم ثلاثة مستوصفات ربما غير زوج لي يخدم مليح وما كان سيارة إسعاف وروني واحد بقطعة أرض قالوا لي الشيخ بغيت نديرو هنا مدرسة قرآنية باش تعاونونا دي المدرسة قرآنية أنا ما نفتيش بسغادي نفتي والله ونحلف وما ذا بيا يسمعوني بكاتيرا والعلماء ولجنة الفتوى تعوزر شؤون دينية في مثل هذا المواقف لابد أن نتدخل خمسين جامع في كل جامع فيه مدرسة قرآنية بغي نزيد ونبنو مدرسة قرآنية وإحنا ما عدنا السيارة باش ندر المرضى تعنا عبر كل الولاية تزهق الأرواح بالمرض لا يجوز يا أخي بناء هذه المدرسة القرآنية لابد للمحسن أن يتوجه إلى بناء المستوصف العيادة المدرسة السيارة الإسعاف إلى أمير أخرى ماذا بينا فقاهاءنا يوعوا شعبنا ويوعوا المحسنين تعنا فيما يسمى بأولويات والموازنات فيما هو أولى من شيء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى إذن ربي أنا متأكد إن شاء الله في أقرب وقت نتلاق إن شاء الله في ذاك البيت ونفرحه بيعون الله سبحانه وتعالى نظرني ذاك الوقت أخوة عبد الرحمن يعني معذيرة وعدنا كذلك مجموعة من المحسنين الحمد لله رب العالمين اللي دايما يعني معانا ونعود إن شاء الله تبارك وتعالى إلى صدقة جارية يعني إن شاء الله تبارك وتعالى هذه صدقة جارية اللي والفنها في هذا الركن إن شاء الله اليوم ممكن ما تكون شيء أنه ضيق الوقت وعدنا كثير من المحسنين نبدأ إن شاء الله عدنا من فرنسا دائما من فرنسا بالمهدي زوجة الشرقي من شالون من شالون سيرسون هذي يعني تقدم هذه المبلغ تقول صدقة الوالدي هارب يحفظهم إن شاء الله ويعطيهم الصحة والعافية عدنا كذلك من فرنسا الضاوية من ليون اللي جاء بهذا المبلغ هو دربال مبروك هالأمنة وصلت لله الحمد والمنا يقول أنه هذا يعني لليتامة يكون إن شاء الله تبارك وتعالى الدعاء بالخير للضاوية ومجموعة من النساء القطينات بفينيسيون ليون هذي ربي يحفظكم إن شاء الله ويجعلكم دعاتي الله تبارك وتعالى عدنا كذلك من البرج عائلات حزام قديم يعني قدم طاقم أو قديم من أي صحة تفكرتك يا أخوية على البرج كنت تتعصد هذا رفي سنتين ولا في بداية الكورونا جاب واحد يعني لقدم واحد الحزام يعني تعد فيه يعني لويزات يعني مش هو كله يعني بالضبط بالضبط يعني هذا قومناه 62 مليون وشاف ولما شاف الآبار وقع اهتف وقال يا خوتي وعلش ما درتوني شان لذاك المال في بئر طبعا البيئر انطلق في 2022 وانت يا أخي الكريم جيت في 2000 وبداية 2019 نقول لك جزاك الله كل خير وان شاء الله صداقة جارية وراح لأمور أكيد يعني المرضى أو بناء سكنات أو ولكن لو كان كين البير وقلت ان البير نديره لان اليوم لانا نحتارم كل المحسنين كل دينار وين يبغوهما يروحوا يروح بعون الله تبارك وتعالى فنقول لك جزاك الله كل خير وخاصة في تجهيز العرائس اليتيمات ان شاء الله سبحانه وتعالى نحتذر منك ولكن وانا نقول لك لك أثل لك شكرا يا سيدي مرحبا بك نعود نديروك ان شاء الله في بير من الآبار بعون الله تبارك وتعالى ربما في البير تعمس عاد يدخل ولو مليون معليش بش يقول لك ان شاء الله السادقة الجارية بعون الله تبارك وتعالى وربي ان شاء الله يحفظك والوليداتك بالحج ان شاء الله عندنا كذلك من العاصمة محسينا بن عكنون تقدم هذا المبلغ تقول دعاء بالرحمة للأم المتوفات منذ مدة ربي يرحمها ويخفرها ويجعل قبلها روضا من رياض جنة عندنا كذلك محسينا من العاصمة تقدم هذا المبلغ ليحفر بئر الدعاء بالرحمة للوالدين جنة الفردوس ان شاء الله و تعالى عندنا كذلك محسينا من العاصمة باشطو باشطو بدي زهية من القبة تقدم هذا المبلغ تقول دعاء للأم 87 عام يا أمي دعيلي يا ربي دعيلي الجزائر دعيلي لا ينزل للغاية ان شاء الله 87 عام بالشفاء والصحة بعون الله تبارك وتعالى عندنا كذلك محسينا من ولاد فايت تقدم هذا المبلغ تقول دعاء بالرحمة للوالد والأخ سمير والشفاء للأم ان شاء الله عندنا الحاجة منيرة تقدم هذا المبلغ لحفر بئر الدعاء لها بالشفاء والرحمة للأموات صدقة عنها وعن زوجها المتوفة ووالديها صدقة عن أمها ان شاء الله تبارك وتعالى هذا كله ان شاء الله مع الأخت ليلة رايح يكونوا في الأخير تشوفوا البير بتاعكم وتشوفوا ان شاء الله الأسماء على من الصداقة الجارية بعون الله تعالى عندنا كذلك محسينا تقدم هذا المبلغ كذلك لحفر بئر تقول صدقة عن أمها والدعاء لها بالرحمة اللهم أخفر لها ورحمها يا رب العالمين توفي علي فضير ظلت تبكيه لما مات علي فضير رحمه الله قاعدت غير تبكي عليه فنسأل الله تبارك وتعالى ان يرحم الجميع ان شاء الله سبحانه وتعالى كذلك عدنا محسينا من العاصمة كذلك محسن قدم هذا المبلغ يقول الدعاء بالصالح للأولاد وأن يرزقه الله بزوجتي صالحة يا ربي أمين لا يرزقك ان شاء الله بزوجة صالحة ذات النسب وذات الحسب وعندها الشكارة وجميلة وذات الدين ان شاء الله قل أمين طبعا هو زكاة يعني تقول الدعاء بالرحمة للزوج والستر والحفظ الله يسترك في الدنيا والآخرة يعني ان شاء الله هو يوم العرض عدنا كذلك محسنة فريدة من العاصمة تقدم هذا المبلغ لحفر بئر كامل صدق على المرحوم عبد الرحمن والدعاء لها بالرحمة مسألة الله تبارك وتعالى أن يتغمدها برحمته ويكون ان شاء الله هذا البئر صدق جاري عليك ان شاء الله عدنا من جيجل قرتها هنا في العاصمة تقدم هذا المبلغ تقول الدعاء بالشفاء لثلاث نساء من هذه الأسرة ربي يشفيهم ويعافيهم ويشتت كامل دولارهم إن شاء الله تبارك وتعالى عدنا كذلك من العاصمة أم وصارة من عين البنيان تقدم هذا المبلغ الدعاء بالمخفرة والشفاء للزوج إن شاء الله تبارك وتعالى الحاجة الحاجة هانية من بني مسوس تقدم هذا المبلغ بين التشجير والبير دعاء بالرحمة للزوج ولها بالشفاء يا ربي عدنا كذلك محسن يقدم هذا المبلغ يقول الدعاء له صلى الله تبارك وتعني تقبل منه يا رب العالمين هواري ربيعة تقدم تقول صدق جاري عن أبنائها نور الدين ومليكة وليلة وفتيحة ربي يتقمل منها إن شاء الله تبارك وتعالى عدنا كذلك فاطمة من المدنية تقدم هذا المبلغ 2 مليون عن أختها نوارة التي أوصلتها قبل وفاتها بتسليم المبلغ للشيخ في زازي في يده الدعاء لها بالرحمة والأخ محمد والوالدين سبحان الله ربي يرحمك إن شاء الله وربي يلقينا بك في الجنة بعون الله تبارك وتعالى وهما دالوا الوصية تاعك ولحقوا هذا المبلغ جزاهم الله كل خير عدنا كذلك من العاصمة ياسمين ملكاليتوس تقدم هذا المبلغ الدعاء لها بالجنة والزوج الصالح يا ربي ترزقك بالزوج الصالح يا رب عدنا سعاد من أول ماي كذلك تقدم هذا المبلغ وتقول الدعاء بالرحمة للوالدة عدنا محسن كذلك من العاصمة تقول هذا المبلغ وتقول صدقة جارية الدعاء للمرحوم سماعيلي عمار ربي يرحمه ويوسع عليه في قبره إن شاء الله تعالى عندنا كذلك محسن يقدم هذا المبلغ ما بين حفر بير ومدرسة قرآنية الدعاء بالرحمة لقريبته المتوفات مؤخرا اللهم اخفر لها وارحمها وعفو عنها وعافيها يا رب العالمين وفي الختام عندنا الحاجة من خنشلة تقدم هذا المبلغ الدعاء لبنتها المظلومة وربي يجمع شملها مع عائلتها إن شاء الله تعالى لم يتبقى لي الوقت إلا أن أقول الله مخلف لكل محسن خير مما أنفق واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس الأعلى أنزل علينا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين واحفظ لنا الجزائر من كل سوء واجعل غدها خيرا من يومها واتطهرها من الفساد والمفسدين وصلى اللهم وسلم مبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة